هنا أخي يقول إذا كانت المرأة لا تنام بجوار زوجها ليس بسبب زعل أو غير ذلك بالعكس لكن لمجرد أنها تنام بمكان كما نقول في العامية شوي بعيد عن فراش زوجها هل عليها ذنب؟ يعني هي ليست ملزمة من حيث النوم إذا لم تكن تمنعه من الفراش بمعنى إذا طالبها للجماع لا تمنعه لا تمنعه فإذا أرادت أن مجرد النوم تنام في مكان آخر خاصة إذا لم يكن هناك زعل وليس هناك يعني غضب من الزوج على ذلك لا ليس آثما ليست آثما وليس عليه مشكلة حتى لو نامت يعني خرج الوفاء لكن لا يكون هناك زعل ولا يكون هناك كما نقول منع لزوجها من الجماع لا نعم